عمر ايه حكاية انه الزمالك بيفكر انه يحرك دعوة ضد امام عشور هو الزمالك مش هيحرك دعوة ضد امام عشور الزمالك هينتظر غزل المحلة هو اللي يحرك دعوة بحق الرعاية هقولك ليه الزمالك ما بيفكرش يحرك دعوة في اللحظة دي ولكن هينتظر الدعوة اللي هيقدمها غزل المحلة وبعد كده يا كريم الخطوة التالية تبقى دعوة الزمالك طب احكيلي بقى فهمش بص يا سيدي طبيعي أي لعب لعب عندي احترف في الخارج ببتدي فكر في حق الرعاية زي ما حصل في عمر جابر زي ما حصل في مصطفى محمد زي ما حصل مع لعبة كتير نادي المقولين طبعا نجمنا لمصري محمد صلاح في لعبة كتير اللي هم خرجوا بره بتبدأ اللي عندها تتحرك من اللعبة إن الزمالك متاركت إنه هو في وقت معينة هيحرك دعويته عليهم بس بعد دعوة غزل المحلة هو أمام عشور الزمالك ليه مش هحرك دلوقتي لإنه اللي هو هحرك دلوقتي والأهلي عامل كلم يعني دفع قصة واحد مثلا قمت مليون ونص هتلاقي اللي وصل للزمالك مبلغ صغير جدا 40-15-30 ألف دولار يعني المبلغ اللي هي صغيرة جدا فالزمالك هينتظر دعوة غزل المحلة يشوف حق الرعاية بالكامل كام اللي هيحصل عليه غزل المحلة والنسبة التضامنية نتيجة وجود إمام في الزمالك هتبقى كام بحيث يكون المبلغ وقتها يعني 60 ألف دولار هو يتراوح ما بين 50-60 ألف دولار يعني في الغالب بدل ما ياخد 15 و 15 و 15 لإنت هتاخد على كل رقم دفع والأهلي المتلانت فالنادي الأساس اللي هو ياخد الرقم الأكبر المحلة نسبة زمالك كام فيه الزمالك بيتكلم من 40-60 فبيقول إيه أخدهم مرة واحدة فالفلوس اللي هياخدها الزمالك من إمام عشور لسه مأجلها شوي عظيم كده